بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الجميع إنا دا الفقرى مع كتاب ياليري كمпحوند من جديد إدم طبعا نستعني في مرأينا سابقا لجو دا لا بيل ربانس أو كيشيون طبعا نرأينا فيما سابق نوتر جو لا بيل نوتر جو لا بيل لعباتنا المدينة إذن هنا عندنا لعبة المدينة إذن أجوبة للأسئلة أجوبة عن الأسئلة طبعا سنمر سريعا مع هذه الكلمات إذن كما نلاحظون عندنا كما نقول في الأعلى أضغوات إذن في الأعلى على اليمين مثلا ثم عندنا هنا عندنا الغرب تنير يعني أنك تأخذ باليد أنك تتشد تتشد شيئا باليد إذن هم يقمضون أو يأخذون باليد يأخذون محفظة إذن نتكلم عن التلميذين اللذان يأخذان محفظات إذن هنا عندنا ثم عندنا بالمقصود بإذن طبعا نتكلم عن الكلمة التي من خلالها نذكر استنتاجا إذن نقول كلاما ثم نقول إذن ثم نعطي الخلاصة ثم نعطي النتيجة ثم عندنا من الغرب إلى الشرق من الغرب إلى الشرق إذن نتكلم عن الدخان الذي يمر من الغرب إلى الشرق كما نرى ثم عندنا انساك دوسيمو انساك دوسيمو إذن نتكلم عن كيس من الإسمنت ثم عندنا انسي إذن نتكلم عن منشار منسي منشار ثم عندنا كلمة لوساك إذن نتكلم عن كيس كما ذكرنا قبل قليل انساك دوسيمو كما عندنا هنا إذن عندنا هنا لساك المقصود به الكيس ثم لبانتر كما ذكرنا فيما سابق نتكلم عن السبار أو الرسام ومنها لوفر باندر فعل رسامة أو سبار ثم عندنا لبانسو إذن نتكلم عن الفرشات التي يسبق بها السبار أو يرسم بها الرسام تسمى لبانسو ثم عندنا لبانتر لبانتر إذن نتكلم عن السبار كما عندنا هنا لبانتر لبانتر السبار أو الرسام ثم عندنا لبانتر إذن نتكلم عن السبار ثم عندنا لبانتر لبانتر هذا فيعل سبار أو الرسام ثم عندنا لبانتر كما نقول لخارج نقول أحيانا لبانتر أحيانا لبانتر أحيانا في الخارج نقول مثلا هو يوجد خارجا طبعا عكس وهي داخل ثم إذا نتكلم عن الدراج إذا نتكلم عن الدراج صحيح الدراجة إذا ثم ننتقل إلى طبعا الأجوبة عدنا الجواب الأول الذي هو عن السؤال الأول طبعا السؤال الأول الذي رأينا فيما سابق وهذا أمسيو سيأخذ القطار أين هو إذا علينا أن نحدد ون دوى سمسولة إذا هنا علينا أن نحدد أين هو هذا الشخص أين هو ماذا يأخذ هو السمان ضغوات في يده اليمنى طبعا الجواب كما عندنا هنا لومسيو إذا السيد في الأعلى إذا كلمات التي رأينا هنا إذا السيد في الأعلى أضغوات على اليمين طبعا في أعلى الصورة التي عندنا هنا أضغوات على اليمين إذا فلننظر إذا ما تدان عندنا هنا هذا هو لوهو دو ليماش إذا نتكلم عن أعلى الصورة أضغوات ولا سي لأضغوات إذا هنا عندنا اليمين إذا هنا عندنا الشخص المذكور سابقا كما نلاحظون عندنا السؤال الأول يعني هذا الشخص والمسيو إذا هذا هو الشخص المشارئي طبعا كي سيأخذ القطار ثم الجواب الثاني المتعلق بالسؤال الثاني طبعا السؤال الثاني الذي رأينا هو هذا دوز أفن سوفوا الأيكول إذا نتكلم عن طفلان يدهابان إلى المدرسة إذا نتكلم عن طفلان أتراوناهم أو أتراوناهما الجواب كما عندنا هنا إذا الطفلانهم في الأعلى بنفس الطريقة كما عندنا هنا أضروات على اليمين أيضا إلتين إن كارطابل ألم هم يأخذنا محفظة باليت سوصون دونك ديزيكولي سوصون دونك إناهم إذن إذن دونك كلمة دونك كما رأينا طبعا هنا عندنا إلتين إن كارطابل هم يأخذين محفظة في اليد ألم كما عندنا هنا ثم سوصون دونك إنهم إذن ديزيكولي إنهم إذن متمدرسين كما نقول تلميذين نغو قعدون تبابو إذا فلننظر في الأعلى أضغوات على اليمين بنفس الطريقة هنا كما نراحظ يعني قرب هذا الشخص المذكور سابقا إذا عندنا هات الطفلين كما نراحظ أنه في الأعلى ثم أضغوات على اليمين تيل كمبيا هنا في تيل كونتلي تاغذي إذن هذا البائع الذي يبيع الكرة الحمراء بدأ يبيع كراته أو بالوناته كمبيا هنا في تيل كونتلي تاغذي عندما وصل طبعا الستوندو إلى هذا المكان الذي ذكرنا سابقا الجواب كما ذكرنا لو ماشر avait دي بالون إذن البائع كانت عنده عشر بالون إذن لنه نه أدز 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 أشف كما رأينا ثلاث بقيت عنده أدز ثلاث أدز 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 تراون ساعة 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 سفر ساعة ساعة أدس أدس كبيرة ثلاث نفس سؤال أو منها سبعة. ثم أبقى نمار إلى الجواب الرابع. طبعا هو كجواب عن السؤال الرابع. إذن هنا. هل هناك ريح هذا اليوم؟ هل هناك ريح هذا اليوم؟ هل هناك ريح؟ في أي تجاه؟ هل هناك ريح؟ نعم هناك ريح. فلننظر إلى الأدخنة. نتكلم عن مجموعة دخان إلى جروات التي رأينا سابقا والتي تحدد اتجاه الريح. إذن رقع دلي فيمي إلى جروات. سيغلتها على السقف فوق السقف المنزل. الريح يغب من الغرب إلى الشرق. إذن تقريبا كما رأينا. هل هناك ريح؟ نعم هناك ريح. رقع دلي فيمي إلى جروات. إذن انظر إلى الأدخنة ثم انظر إلى الأدات التي ذكرنا. قليلا، لانظر إلى الجروات التي ذكرها على المحاصف التي ذكرها في العظام الأن. إذن، رقع دلي فيمي. كما نرى، فلنذاعد. دلي فيمي، لدي فيمي إلى، دلي فيمي إلى الركاب. دلي فيمي، أي دلي فيمي. دلي فيمي ، النحر يجد في المقالد. فلنزر إلى أكبر التجاه. فلنزر إلى جروات، بفلح نفسك، نسمى أنزر إلى جروات. إذن لوفانسوفل للوست وعلاست طبعا اللي غاي يحدد لنا الشرق من الغرب هو هادل الجيوات أما بالنسبة للأدخينة ما غير نعرفوش التجاه دياله ما نعرفوش تجاه ديال الرح ما نعرفوش هوشنا الشرق وعلا الغرب ولكن هادل تتحدد لنا تجاه الأربع كما تلاحظو عدنا الوست ثم عدنا الوست ثم عدنا الو نور ونور الشمال ونور الجنوب سنلة الو اعندنا الوست سناحظو عدنا الوست الخامس شهر المم задач في الدعاء آλλا مسين thinks من دياله Will there's a light here? Where habitez-vous? M.Daipon. Dans quelle rue? À quel numéro? À quel étage? أتفهى من وفيدة? M.Daipon habite dans la rue du Port. أتفهى من وضع في الجزء. سيارةً لكي في بيوهие بريك. م.Daipon habite dans la rue du Port. إذن السيد ديبون أنه يسكن في شارع الميناء المقصود بالميناء ونميرو 3 إذن هو يسكن في الرقم ثلاثة وبرميطاج في الطابق الأول الطابق الأول إذن طبق الكاميرا أين سابقا voilà كنساننا لسان كاميرا إذن السيد ديبون الجواب الخامس إذن هو يسكن في شارع الميناء المقصود بالمقصود بالمقصود في الرقم الثلاثة في طابق الأول إذن حيث الأول إذن هو يسكن في شارع الميناء في الرقم الثلاثة وبرميطان إذن يا مدام دوران يجب أن تلقى أمام ليسيسرون ؟ أفوروا أن أخذ theirيسيات أفوروا أن يمسجد أن أحصلنا ويجب أن أمن؟ أفوروا أنه أفوروا أنه جانجان سنطلت لغي دو لبسطة جانجان جانجان لغم في شارع لبسطة كما ذكرنا سابقا المماركز رجال التفاق لبمبي لغي دو لبسطة لدينا شارع شارع البريد كما نقول اذا عندنا شارع البريد او كما ذكرنا سابقا قبالة مماركز رجال التفاق ثم عندنا جواب السابع سابع 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 مماركز 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 نجد سابع 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 سولو دو. إذن طبعا البناء يحمل كيسا من الاسمنت على الدار. تكلم هنا عن الجواب السابع عن السؤال السابع. إذن عندنا هنا. كما نلاحظ عندنا رقم سبعة. ثم رقم سبعة. ثم رقم سبعة. ثم رقم سبعة هنا. إذن الجواب هو هذا. كما نلاحظ. إذن البناء هو وهذا يحمل كي يسامل الاسمت على داره ثم عنده لمنوزي A C ثم النجار عنده ثم عنده في علبته في علبته إذا كما ذكرنا سابقا C لمنوزي كي يسامل دون سابوات إذا عندنا نجار الذي يحمل ثم يحمل متراقة في صندوقه ثم عندنا ثم عندنا لبينتر ثم عندنا لبينتر سابقا أو رسام أدي بانسو طبعا السباق أيضا يستعمل السلم إذا المقصود هنا طبعا هو هذا الشخص وليس هذا كما ذكرنا كما تنعرف بأن السباق أيضا يستعمل السلم وهنا تنتكلم على البينتر طبعا ممكن أنه يعني أيضا السباق كما ذكرنا ومنها مثلا فعل سابقا ولكن هنا سؤال رقم سبا طبعا فيما يتعلق بالرسام أو السباق إذا هنا يتعلق بالشخص إذا كما تلاحظون خلال الصورة أنه يتعلق الأمر بالرسام أو السباق إذا عندنا هذا ثم نكمل مع الجوا مرقم سبا ثم 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 الزجاجي يحمل زجاج على دهره طبعا بنفس الطريقة إذا نتكلم عن رقم سبا إذا هو هذا رقم سبا إذا هذا هو الزجاجي الذي يحمل زجاج على دهره كما ذكرنا ثم نمر إلى الجواب رقم تمانية تبعني بجأ وقت جواب عن سواها رقم تمانية سكون قائلة سوف يمن؟ قالabi الثудь ف micronتعهم عن استعرخال الصورة سوف يذهب السادمة الله أن Detقاء سوف يمن؟ أدفه كان عليBe زجاجي هنا فيه كان يععمل السابق دعا غير في الرجاجي إذن الصارق أنه يحمل يحمل كيسا مملوء طبعا هنا سنتكلمه على فعل ملاءة ولكن هنا سنتكلمه على نتكلم عن كيس مملوء مملوء ب ملابس المصبنة ملابس التسبين التي صبنت ثم وضعت على حبل لتجيف إذن نتكلم عن لولنج كما ذكرنا إذن هنا عندنا لولور أمبور أمبور ساق رملي دولنج إذن الصارق يحمل كيسا مملوء ب دولنج مملوء ب ملابس الرسل إلا تحادي كورير هو في أثناء الجاري كما نقول إلا تحادي كورير إذن هو أثناء الجاري بخي دي مارشان دو بالون يعني قارب من بائع البالونات إذن طبعا المقصود بهذا الشخص هو هذا كما تلاحظوا نفس الشخص الذي ذكرنا كما ذكرنا هنا كيسا مملوءا ب ملابس الغسيل ملابس الغسيل التي سرق طبعا إلا تحادي كورير إذن هو أثناء الجاري بخي دي مارشان دي بالون إذن هو قرب بائع البالونات إذن هو هذا الشخص المذكور إذن طبعا نحدد هذا الشخص حتى تعرفه هذه السيدة إذن هو يتم القبضه عليه مثلا إذن كما ذكرنا كما تلاحظوا كما تلاحظوا بخي دي مارشان دي بالون طبعا كما ذكرنا في المسابب أن كلمة person هي كلمة مؤنية في اللغة الفرنسية لذلك نقول هنا imprident كما نقول غير حادرة إذا هناك الكاتم من الأشخاص الغير حادرين دونسة في المدينة هل ترى منهم هل ترى منهم أشخاص بذلك الشكل بخي دونت إذن لماذا هم غير حادرون الجواب كما نتكلم عن رقم تسعة إذن عندنا هذا رقم تسعة ثم عندنا هذه الشيحة من رقم تسعة ثم إذن هذا الشيب غير مشارلة برقم تسعة هنا الشيب هذا ثم عندنا هذا الشخص رقم تسعة كما تلاحظوا إذن سنرى الجواب إذن إذن هل ترى من المدينة هم بضعة أشخاص غير حادرين لسيكليست التي ترى إذن إذن نتكلم عن الدراج صحيب دراجة qui porte إذن 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 كما ذكرنا سابقا والا لسيكليست qui porte إذن 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 هاد الدراج الذي إذن إذن على داره ثم لشوفر دي camion شارج دو كس مال أتشي ثم عندنا سائق الشاحنة شارج دوكاس مال أتشي طبعا الشاحنة شارج كما نقول التي تحمل دوكاس تحمل صناديق مال أتشي مربوطة بشكل سيء إذن نتكلم هنا عن صاحب الشاحنة كما تلاحظون هذا صاحب الشاحنة الذي يحمل أكياسا أنا غير متسق في بعض يدور مقصود هنا إذن ممكن أن بعض يسقط في الطريق فيوصيب أشخاص وربما يتسبب في حوادث ثم عندنا المسي يتكلم عن هذا الشخص الذي يجتاز الطريق وهو يقرأ الجريدة طبعا كما تلاحظون بأن صاحب الشاحنة ينظر إليه وربما يتحدث إليه لينتبه إذن صاحب الجريدة أيضا هو من الأشخاص الغير منتابهين إذن عندنا الجنان سور سمطق كيغول أدغوات أغوش إذن هنا الشخص مذكور أيضا الجنان سور سمطق كيغول أدغوات أغوش دولغي ثم عندنا الشاب كبير نقول هنا الرجل الشاب إذن نتكلم عن الشاب سور سمطق على درجاته النريع كيغول أدغوات يوسرات دولغي من الطريق إذن هو يسير يومنتن ويوسراتن من الطريق إذن إذن كيغول أدغوات أغوش دولغي الذي يسير يومنتن ويوسراتن على الطريق ويتتخافرس لغي دفن ين واتور والذي يجتاز الطريق أمام السيارة إذن كم تلاحظونا إذن هنا الجنان أندي إذن هذا هو الشاب المذكور طبعا كيغول أدغوات أغوش ويتخافرس لغي دفن وواتور طبعا يجتاز الطريق أمام السيارة وإذن هذا هو أشخاص يمكن أن يكون أشخاص أشخاص إذن هذن يمكن أن نقول عنه أنهم أشخاص غير حادرين ثم ننتقل إلى الفراز إذن نترك هذا للفقر القادمة إن شاء الله إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله